المعالج النفسي دانيا دبيبو أهلا وسهلا فيك اليوم عم نحكي عن الفرق بالوقوع بالغرام أو الحب بين الرجل والمرأة طيب هو الحب حب فيه فرق بين رجل ومرأة والله فيه فرق فيه هلأ فرقات بسيطة بس هني بتشمل كذا شغلي يعني بيولوجيا فيه فرقات بالتفكير بالتصرفات بالتعبير بالتعبير وبالتواصل وبالضغوطات الاجتماعية وبكيف بيتكيفوا مع الضغط النفسي إذا إجا وقتا يكونوا غرقانين بالحب وحتى عند انتهاء العلاقة سو إذا ما نبلش منحكي على هيد الفرقات وهوني بدي شير إنه نحن عم نحكي على معدلات بالأغلب كيف بيتصرفوا الرجال أو كيف شو بيصير معن وبالأغلب الستات نفس الشي قبل شوي جون عم بيحكي على أنه ما نعمم سو بده يكون يضل فيه ناس بتختلف يعني حسب اللذب طبعا بس بالإجمال يعني طبيعة الرجل وطبيعة المرأة عامة كيف انه بيعبروا عن حبهم أو حتى تأثرهم بالتقليد الاجتماعية يعني كمان المرأة بطريقة والرجل بطريقة خلينا نبلش بيولوجيا يعني شو بتقول الدراسات عم بيصير معه للرجال هو الرجال عادةً بيكون عنده هرمون التستوستيرون عالي هيدا بيعطيه السعر والقوة والنشاط هيدا بيخليه للرجال ينغرم أكتر بسرعة أول شيء أول العلاقة لأنه هيدا التستوستيرون بيخليه يزيد عنده الإنجيذاب والرغبة أوكي الست لا بيكون عنده هرمون الأكسيتوسين عالي وهو هيدا الهرمون تبع الحميمية وإنشاء الرابط فبيكون تركيزه على إنشاء هالرابط بالعلاقة وتركيزه على مواصفاته لهالشخص إنه قديش هيكون زكي طيب فيه استقرار فيه لقدام ممكن يكون مناسب لإله أو لا وهوني بنشوف الرجل لأنه أتنيناتهم بيصير عندهم هيدا الدوبامين بجسمهم بيفروز بتتحرك عند الرجل هيدا الدائرة طبعة المدمن فبيصير بيوسوس اللي حاببها أكتر إيمتا بدي شوفها تماما مثل المدمن إيمتا بدي شوفها إيمتا بدي اظهر معها مثلا الست الوسوسة بتكون على إيمتا إذا حيني سبني بدي شوفه لا أعرفه أكتر سو هيدا الفرق البسيط بيناتهم بعدين بيقولوا نظريا الرجل هو يعني اللي بيجزبه أكتر المظهر الخارجي ست كمان بس عند الرجل أكتر بيتأثر بالشكل الست لا بتكون عم تتأثر بالدراسة بالدراسة بعدين إنه لتشوف أدي حينيسبها سهوني في عوامل بيولوجية أكيد هيدا التستستيرون أول ما يعلى لما بيكون الواحد مغروم الرجل بدا يرجع لمعدلاته الطبيعية طبعا وهون بتبلش يمكن تتكشف أكتر أهداف هالعلاقة وحدوده وطريقة التعبير مثلا يعني هون شو بيصير من بعد ما هالعلاقة مثلا تقلع؟ أوكي هوني بس حيرجع يصير على المعدلات العادية اللي ممكن فيها يكشف على نقاط الضعف اللي عنده هو بيصير بيفرجل ما عاد في لزوم يلعب هالألعيب كذا بس إنه بيصير يعرفتي أكتر خلاص على أرض الواقع وبيكملوا فيها هي بس ما هوني فيه كمان تأثيرات هي بصحيبي أول العلاقة الرجال هو اللي عم بياخد المبادرة مثلا يكون محمس أكتر يكون محمس لأنه مبسوط ما هذي كمان الأشياء اللي تلاحظ أنه هالقد بيكون مبسوط هو كتير هوني عم بياخد مبادرات وهوني التعاليم الاجتماعية بتكون عم بتأثر مطلوب منه للرجل دايما أنه هو يقوم بالمبادرة بالأول لحد ديت ما بتوصى إنه بده هو يحكيه على التليفون هو يعزمه هو يحدد الوقت لحد ديت ما يوصل للمرحلة الالتزام هو بده يطلب بنا الزواج يعني التقاليد بتملي وهيك المرأة يتوقع منه أنه تكون هي ناطرة هارفتي ناطرة هالشغلات عم تتلقى ايه عم تتلقى وعم تشتغل على إنشاء الرابط والحميمية وتكون هارفتي عم تعطيها هيدا العواطف اللي هي معروفة فيها وهوني كمان اجتماعيا في ضغوطات على هيدا الرومانسية المثالية اللي بتشوفها بالأفلام الرجال هو الحامي هو المسؤول عن الست فهوني هو بيصير عنده ضغط من المجتمع يدلو بطل يعني بدو يأمن ايه ما عنده مشاعره ما عنده ضعفه ما عنده يعني كمان تأثيراته مثلا هذا شيء مثلا بيأثر كتير ايه وهوني بتشوفي الستات هلا أنه مناطرة حدا أنا يحميني أنا بحمي حالي عادي اللي عم بتبلش تتغير بس التعليم بالمجتمع صح كتير بتطلب نستة النروقي ما تفرجي انت خليه هو يكون اللي عم بيبادر وبيشدده كتير على أنه الرجل هو اللي بده يكون متحمل المسؤولية المالية بالبيت هيك كانت بالأول لا لا عم تتغير بس أنه مطلوبة من الست هي اللي تكون عم تهتم بشؤون البيت بشؤونه بشؤون الولاد هيدا مثل دورة بيصير وأنه هو اللي عرفتي عم بيأمن المورد البخل لا يكمل لا يقدر أنه يكمل مع العائلة هون هيك عم تتقصم الأدوار وكمان معروفة عن المرأة أنه هي لازم تلعب دور الرعاية يعني للكل بالبيت هون تتأثر العلاقة دانيا بهيك شي يعني منقول عنه هو طريقة التعبير يعني بيصير هي ملت هي بشي تاني وهو بيخف حماسه على التعبير أكتر وبتبلش هنا الفرق بين تعبير الرجل وتعبير المرأة هلأ شوفي شو بيصير الدراسات بتقول الرجال بيقول بحبك قبل الست عادة يعني الست بتطول فيها بس بس تلحق وتخلص تبلش الست بتعبر أكتر عن عواطفها بالحب أكتر وهيدي منشوفها كتير عند اللي بعدين خلص بيتزوجوا بستحلي يقلي كلمة حلوة بستحلي يقلي يعبر عنها سواء بالحب أو بمشاكله لهالرجل الرجل عاطفيا يعني إذا هو مدايق شغله مكركب بصير معه شي ما بيقعد بيحكي عواطف العكس المرأة سو هون يعني هي بتحب التعبير سواء بالحب أو شو عم بيصير معه وقادرة هو بسبب تعليم المجتمع ما تفرجي ضعفك مثلا بصير عم بيخبي هو ومتعلم يمكن يشكي عواطف سو بينسحب مرات هو بيسكت بالترجمة هي إنه ما بيحبني ما بيهتم فيه السحاب من العلاقة يمكن مش هيك هي لا قوي هي بس الطريقة مختلفة صحيب يعني يمكن يحب يخبرها بس ما بتسير صح واللي اكتشفوه كمان الفروقات بين الرجل والمرأة إنه الرجل ما كتير بيلقط الإشارات والتلميح تبع السيد هي شاطرة أكتر يعني مثل هي بتبقى ناطر وعم بترائب تحركاته وهذا يعني يمكن الرجل إذا بيسأل السيد شايفك مكارك في اليوم شو بكي مثلا إذا بتقله ماشي وبرمت ما بينتبه آه ماشي أوكي بكمل ماشي لحادي الماشي تحتها مليون شغلة بدك تبحش بدك تسأله بينما لو هو عبر هاي كانت سيه بقي تلاحظ أنه في شي بتلاحظ هي أكتر مثلا كمان الست معروف بتحكي بالتلميح إنه لك هاتريا صار بلمتين محروقين فيها هي فيه 8 لمبات بيلاقا هادا عم بيلعب المطور مثلا بس هي شو بيكون أصدر هي بدى حل ومغيرون بس هو ما بينتبه لها بدى تقله هالشي بشكل مباشر بديك شي بدك تقله ويهي بيوجه يعني في هالفروقات مرات اللي بتعمل كتير سوق فهم وما عم بيفهمني وإيه صح ما هي ما عم تلقط علي وإذا من من شوف بلغات الحب يعني منحكي على أنه فيه خمس لغات حب الرجال بيعرفوهن أكتر لغة الحب عندهم واحدة من اتنين واحدة من اتنين يا أما بيعملوا خدمات لأنه الرجال بعدين بس خلص تقلع العلاقة بيصير بالفعل بدوا يسبت بيصير هو اللي بدوا يعمل إشياء ويفرجيها أنه بحبها بشو ممكن يعملها شو ممكن يسهلها وأكيد بالمليمسة هاي دلتاني لغة الحب يعني ونسمعه دايما إذا اتنين متزوجين تخانقوا مثلا الرجال بدوا يسييرها للست أنه خلص جنسيا بدي أرضيها هيك منتصالح عند الست ما هيك عند الست لغات الحب الاتنين اللي أكتر شي بدأ تسمع بالحكي أنه اللي بتحبني وهذه دايماً بيشتكوا ما عم بيقل ما النوروا ما نسي ما بيخبرني هيك شغلات وكتير بهمة كمان يخصص لوقت لوحدة يظهر مع يقعد مع يشرب هالفنجان القهوة الكليشيام نشوفه أنه الرجال رجع وحطها الريموت وعالتيفي يلا يلا وهي بتجنس أنه كل النهار بالشغل بتجي بتحطي لتلفزيون طبعا عود أحكي معي دبر لي شي ظاهرة أنا وإياك لحالنا سوهون هلأ فيه أكيد لغات حب تانية اللي ممكن يفرقوا بس كتير مهمة اتنين يفهموا هيدا الشخص شو هي لغة الحب بتاعته اللي عم بيقدم لي إياها ونقبل فيها ونقدم له مثلا لأن إذا هو طبع خدمات بده كتير ينبسط الرجل إذا الست عملت له خدمات كمان عملت له طبخة سبيسيال جابت له تيابه من الكوة اللي هي يعني تخفف عنه لأن هو هيدا كمان اللي بيحبوا فيها فهي يعني بدهم يعرفوا الناس كتير فروقات شو بيصير لا فيها هي مثل ما هي تتوقع يكون ونفس الشي طيب وقتها بتنتهي هالعلاقة أو لا سماحة لما بديت خلصت يعني فشل العلاقات كيف كمان هون الفرق بين تصرف الرجل والمرأة كمان بيختلفوا يمكن الوجع يكون واحد الرجال بيتدايق قد المرة ما أنه أخف مش لأنه هي عاطفية هتتدايق أكتر بس الرجال بيخبي ما عنده هيدا فكرة أنه بدي أقعد أحكي ويشتر بالموضوع مع حدا لحد يتما أطلع منه حتى إيش في ذاتيا الطرق التكيف بتكون أغلب الوقت بيهرب بالشغل بيصير بيشتغل كتير بيصير بيعمل هوايات بينخرج اجتماعيا أكتر بده يلهاي حاله ويمكن ليساعد حاله بالشفة بده ينط على علاقة جديدة هاي دي بالنوع بده يلتهي فيها الست لا الست بتعطي حالها وقت تقعد تحكي فيه مع أصحابها مع أهله مع عيلتها وبتلجأ لأخصائي أكتر بكتير من الرجل إيه إذا كتير مضايقة هيكي بدا لأن بدا حدا يسمع له وتعبر وهيكي وبتلجأ لسبو للكتابة مثلا بصير بتعبر عن عواطفة بالكتابة أكتر رجال قليل ما نشوفهم إنه عم يعملوا هيدا الجيرنالينج وكمان بتصير عم تفهم حالة أكتر هون بتصير بتفكر بعمق بأنا وبتصير بتتعلم أكتر من القبرة وبتهتم بذاتها أكتر هيدولي شوية فروقات يعني اللي يمكن تميز المرأة عن الرجل أو بالعكس بس الوجع اتنايناتون يمكن بيتوجعوا طبعا تختلف مثل ما قلت دانيا طريقة التعبير كمان التقليد الاجتماعية يعني ما ما فينا ننكر أبدا قد نحن حاملين معنا عم تتغير شوي قصة الشراكة يعني البطل هو الوحيد اللي بده يجي ينقذ ويعمل ويقدم يعني مبارس بس ايامنا عم تتغير بس فيه تعاليم بس بعدها موجودة بزينة يعني بعدها موجودة باللواعي طبعنا بس شوفي فيه قواسم كمان مشتركة يعني اذا اتنين عندهم تجارب سيئة قبل بيمنعوا حالهم ينغرموا بسرعة بسير كتير متحفز الواحد بده الشي انه يبني سيئة مع هالشخص اللي عم بيتعرف عليه ما بيقود الرجل هون يا لطيف تغلص بالطب لو ما حدا بيسمى اول مرة ينغرم ايه فبيكون فيه تأني بالاختيار خاصة اذا هنالشغلين على حالهم على النجة الزيتي تاعهم انه فهمينين حالهم شو بيحبوا هنه شو ما بحبوا شو احتياجاتهم لما الواحد بيكون هيك عارف هو شو بده بيصير اختياره يعني مدروس اكتر ما انه ضغري بيتسرع وبيكون قادر هيدا اللي بيشتغلها حاله بيقدر يعبر هو شو بيحب وشو ما بيحب والرجل اذا عم يتمنى على حكي العواطف بس انا بيشير بيتعلم يحكي عواطف ويعبر عن حاله لحتى هالست ما تفهم انه لا ما بيحبني ما بيحكي ليش يكون قطع بها التجرب قبل وتعلم منا سو التسقيف الزيت بهال اختلفات بيسهل عليهم ما يوقعوا بهولي مطبات الشك انه لا ما بيحبني بطل يحبني منه مهتم لا ممكن يكون كتير مهتم بس ما عم بيعبر لك بطريقة او بده يسمع القصص بطريقة مباشرة اكتر لانه هيدا طبيعته وهيدا اللي اكتر بيسهل عنا انه في فرضيات بيأتوا اتنين بيشتغلوا على فرضيات لازم لوحده يعرف انه انا يا عم قليله شو بتحبي اذا بدك اياه هو لان اذا عم تقليله على مشكلة مثلا واجعني راسي وعم فيش قلبك انت واجعني راسي الرجال دغري بيفكر خدي دواء طب ما هي بتكون عم بتقول واجعني راسي بس لحتى تتشأل ريش شو بيك انه يبلش ايراضية ويحس عنها وهيك هي ما بدك بتعرف تاخد تنا دول مثلا يعني بس دانيا يعني الحياة كلها تجربة ودروس متعلمة من علاقة لعلاقة بعمر معين ندج العمر كمان اقدر بيأسر مجبوط بثير حلو هالموضوع شكرا دانيا بشتك أربعة الجين شكرا